ومدت الشقيقة السورية إلى البيت العربي واتخاذ الخطوات السياسية التي من شأنها فضوا الاشتباكات والتواصل الإنساني في السودان الشقيقة ودعموا واعتماد بيان دولة فلسطين بشأن النكبة والأسرى والمسجد الأقصى واحتجاز جثامين الشهداء من قبل الاحتلال هذه هي الملفات الثلاثة التي ناقشها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم العاجل صارع الوزراء العرب في البت في بداية لقائهم بالملف السوري وأقر استئناف الوفود السورية الرسمية المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من اليوم ننع على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية واستفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 أيضا الملف السوداني تم اعتماد قرار تشكيل لجنة عربية لمتابعة التواصل مع أطراف النزع إن المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جده يوم أمس 6 مايو للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار تستحق فعلا من الدعم وأكرر مناشدتي بالتمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداهي والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الإنهاء ويصون سيادته أما بيان دولة فلسطين حظي بإجماع الوزراء العرب خاصة فيما يتعلق باستمرار الاقتحامات اليومية للمدن والاعتداءات على الأسرى مشروع بيان في الجلسة الخاصة الطارئة حول القضية الفلسطينية وفيها ذكر بند أساس حول موضوع الأسرى والمعتقلين وما حدث بخصوص الأسير الشهيد خضر عدنان هذا مهم جدا سوف يكون هناك تبني لمثل هذا مشروع البيان الذي سوف يؤسس لخطوات لاحقة من قبل الجامعة العربية الدول الأعضاء ومن ثم إلى المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة في المؤتمر الصحفي الختمي الذي قدمه وزيره خارجية مصر والأمين العام للجامعة العربية أكدوا للصحفيين عودة سوريا الشقيقة إلى جامعة الدول العربية من القاهرة أشرف لمبيض تلفزيون فلسطين